السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا يبنى طلاب وطالبات الثانوية العامة دفعة 2023 بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ناس جالها استنفاذ للرغبات للأسف طبعا الكليات والمعاهد اللي هم كانت بينها اتخذت من مجموع اكبر من مجموعهم فجالهم استنفاذ للرغبات يا ترى هيعملوا ايه والحاجة التانية يا شباب الناس اللي جالها كليات او معاهد مش عايزاها يا ترى ايه الحل ولما يفتحوا باب تقليل الاغتراب هل يا ترى هذا الاغتراب المراد هيكون للمرحلة التالتة بس ولا للمرحلة الاولى والتانية الحقيقة اخبار مهمة مصيرية لطلاب الثانوية العامة دفعة 2023 بس عزنا حضرتك لو اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ومانستشفعي للجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد مع بعض يا شباب كده مبدئيا بالنسبة لحالات استنفاذ الرغبات الحل ايه او لو جالك كلية او معهد مش عجبينك يا ترى ايه الحل الحل يا شباب في الاغتراب تأليل الاغتراب تيسيرا على ابنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تأليل الاغتراب امام الطلاب المرشحين في المرحلة التالتة وكذلك طلاب المرحلتين الاولى والتانية الذين لم يستفيدوا من تأليل الاغتراب بالتقدم لتأليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المكررة 10% بص يا شباب الناس اللي مقللتش اقتراب في المرحلة الاولى والتانية ممكن يقدموا مع المرحلة التالتة لما يفتح باب تأليل الاغتراب ولازم حضرتك تتابع موقع التنسيق عشان اول ما يفتحوا باب الاقتراب سيادتك ان شاء الله تقدر تخش وتكتب الكليات اول معاهد اللي سيادتك عايزها طب يا طرى هل هو ده للمرحلة التالتة بس زي ما قلنا يا شباب المرحلة الاولى والتانية يقدروا يقدمو بس بشرط ان انت مكنش قدمت في المرحلة الاولى يعني الشخص او الطالب بتاع المرحلة الاولى لو قدم فيه تأليل الاغتراب ما يقدرش يقدم مرة تانية وكذلك برضو طالب المرحلة التانية اللي قدم فيه تأليل الاغتراب لما فتح في اول مرة تمام كده يا شباب ما يقدرش يقدم تاني لكن الطلاب اللي ما قدموش وما استفادوش من تقليل الاقتراب سواء بقى مرحلة اولى او تانية يقدروا يقدموا لما يفتح في المرحلة او بعد المرحلة التالتة تمام كده يا شباب تقليل الاقتراب ده النساءتك بتحول من كلية الى كلية مناظرة او من كلية الى كلية غير مناظرة طبعا في حدود النسبة المقررة 10% وذلك وفقا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 17-9-023 لحد يوم الثلاثة 19-9-023 يعني ايه يا مستر وفقا للطاقة الاستيعابية يعني المفترض مثلا وليكن كلية من الكليات المفترض هتقبل مثلا يعني 200 طالب في التحولات طب اللي كان محول لها وعمل تقليل اقتراب 300 يبا هم هياخدوا اكتر 200 بالنسبة للدرجات تمام يا شباب يعني ممكن الانسان لقدر الله بعد ما قدم تقليل الاختراب طبعا يرفض تقليل الاختراب فكل ما يكون مجموعك قريب من الكلية اللي انت بتحول لها كل ما تكون فرصتك كويسة في قبول الاختراب تمام كده وفي فيديو على القناة لو تقليل الاختراب اترفت يا ترى ممكن نعمل ايه؟ اتبوا الرابط اسفل الفيديو بتاع النهاردة طب يا شباب بالنسبة لتقليل الاختراب احنا اتفقنا هيكون من يوم الحد ان شاء الله لحد يوم التلات تسعة تاشرة تسعة عفل تلاتة وعشرين وزارك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الاعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يليم التحويل المناظر يكون في حدود الحد الادنى للكطاع تمام؟ التحويل غير المناظر باستفاء الحد الادنى للكلية المراد التحويل اليها تمام كريعي سيادتك؟ اي حاجة هتحولها يبقى سيادتك طبعا تكون جايب المجموع بتاعها ولكن طبعا التحويل المناظر لو انت مثلا جالك اداب اسكندرية وعايز تحول الى اداب القاهرة ان شاء الله تقدر تحول على رغم ان القاهرة طبعا مجموحة اعلى من مجموح حضرتك تمام كده مفيش مشكلة طالما ده تحويل مناظر لكن غير مناظر يبقى سيادتك لازم تكون جايب درجة الكلية او المعهد اللي انت هتحول لهم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط تمام كده يعني عن طريق الموقع نفسه مش بقى ورقي والكلام ده كله لا توجد تحويلات ورقية التحويل يكون لمرة واحدة فقط عشان كده قلنا حبيبنا طلاب وطالبات المرحلة الاولى والتانية اللي قدموا في تقليل الاقتراب مش هينفع يقدموا في هذه المرحلة تمام كده يا شباب لكن اللي مقدمش من حقه يقدم استفاء الشروط الاضافية للكلية المرادة التحويل اليها مثل اكتياز اختبار القدرات لو سيادتك هتحول لكلية طلب اختبار القدرات يبقى سيادتك لازم تكون عامل هذه الاختبارات اختبارات القدرات تمام كده لو مش عاملها يبقى ازاي هتحول لها وزاي هي تقبلك ومن شروطها اكتياز اختبار القدرات يبقى سيادتك لازم تكون عامل اختبار القدرات ومكتاز هذا الاختبار عشان تحول لهذه الكلية اللي طلب هذا الاختبار تكون المفضلة من الطلاب زي ما قلنا على أساس مجموعة درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه يعني لازم تكون جايب الدرجة بتاعة المعهد اللي سيادتك هتحول له وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموعة زي ما قلنا كلما يكون مجموعة حضرتك كبير كلما يكون فرصتك إن شاء الله في الاقتراب هتكون مقبولة ولو أنت أول مرة تشاهد القناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الدرس عشان يجيلك كل جديد وتشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد أما بالنسبة لحالات استنفاذ الرغبات ويطارها نعمل إيا مصر جالنا استنفاذ الرغبات استنفذ عدد 5,631 طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد 1052 طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن يعني ناس اللي جالها استنفاذ الرغبات هيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني مرة تاني وطبعا الدرجات خلاص قدام حضرتك هتكتب بقى الرغبات اللي مجموعك يجيبها تمام كده يا شباب يبدأ يتفتح مرة تانية بقى تابع معاهم وربنا يوفقكو يا شباب ولو انت أول مرة تشاهد الفناة تصرفني بالاشتراك تمام يا شباب ربنا يوفقكو يا رب وكل واحد ينول اللي يتمناه عجبك الفيديو ما ننساش اللايك والشير كان معكم مستر أحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته